السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذه الأيام المباركة هي أيام معظمة عند الله نحن الآن نعيش في شهر محرم الحرام هذا الشهر هو من أعظم شهور السنة ربنا عز وجل عظمه وشرفه من بين سائر الشهور ربنا عز وجل أضافه إلى نفسه فنقول شهر الله الحرام وهذا فيه تشريف وتكريم لهذا الشهر شهر محرم الحرام هو منذ القدم كان الناس يعظمونه حتى قبل الإسلام في الجاهلية كانت عظيم شهر الله الحرام السؤال لماذا شرف الله هذا الشهر وجعله قبل الإسلام معظما مكرما مشرفا عند الكثير من الأمم والأقوام لأن هذا الشهر فيه يوم عظيم يسمى يوم عاشراء الذي هو اليوم العاشر من شهر محرم عاشراء يوم مبارك يوم مكرم يوم فيه من الأسرار ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى منذ القدم والأقوام والأديان والأمم يشرفون ويعظمون عاشراء غدا بإذن الله تعالى سيكون لنا موعد مع عاشراء الذي هو اليوم العاشر من محرم يومنا هذا يوم تسوعاء غدا عاشراء فلماذا كرم الله تعالى هذا اليوم وما هي العادات والتقاليد التي يقوم بها الناس واعتادوا أن يحيوا بها هذه الأيام تسوعاء وعاشراء الكلام الطويل ولعلكم تعلمون تفاصيل ذلك لكن باختصار شديد سؤال يطرحه الكثير للناس ما الذي علينا أن نفعل في عاشراء وتسوعاء إذا نرد إلى المجتمع من حيث التقاليد والعادات الشعبية فإننا نجد عدد كبير من الممارسات التي هي مجرى تقاليد لكن التابت في السنة النبوية الشريفة المطهرة هذا اليوم معظم وطريقة تعظيمه يكون بصيامه فقط صيام هذا اليوم المكرم وقد جاء في الحديث أن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما هاجر من مكة المكرمة ووصل إلى المدينة المنورة صدف هناك أقليات من اليهود كان هناك يهود بني قريضة ويهود بني النظير ويهود خيبر مجموعة من القبائل اليهودية كانوا متمسكين بيهوديتهم وكان سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يربط بينهم جسور للحوار والتواصل هم أهل كتاب أهل دين وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيضا بعت برسالة خاتمة وبعت بقرآن عظيم خاتم فكان يسألهم جلس بعض علمائهم فوجدهم صائمين لما أرادوا أن يقدموا شيئا للطعام والشراب امتنعوا سيدنا النبي قال لهم ما بلكم لماذا لا تريدن أن تأكلوا أو تشربوا قالوا نحن صائمين وصدف ذلك اليوم يوم عشرة فقال لهم ولماذا تصومون هذا اليوم عشرة قالوا له هذا يوم نجى الله فيه موسى عليه السلام وبني إسرائيل من الغرق في هذا اليوم غرق فرعون وفي هذا اليوم استوت السفينة على الجود في أهد سيدنا نوح فصامه نوح وصامه موسى شكرا لله سيدنا موسى صام ذلك اليوم لما نجاه الله تعالى من كيد فرعون وأغرق فرعون وجنده سيدنا موسى صام ذلك اليوم وسيدنا نوح لما كان في السفينة وغرق من غرق واستوت السفينة على الجود ونجى نوح ومن معه صام ذلك اليوم شكرا لله فإذا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لهم نحن أحق منكم بموسى موسى نبي وهو مدكور في كتابنا وأحق بصوم هذا اليوم فإذا بالنبي الكريم يصوم ذلك اليوم وأمر أصحابه بالصوم هذا ما هو ثابت في السنة النبوية الشريفة بعد ذلك سوف ينزل الوحي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من السماء وسيخبره المولى عز وجل بأسرار هذا اليوم ويخبره بالكرمات وبالمغفرة التي جعلها الله تعالى في هذا اليوم فإذا بالنبي الكريم يجمع صحابته ويقول صوم يوم عرفة يكفر سنتين الماضية والمقبلة وصوم يوم عشراء يكفر السنة الماضية فجاء تشريع سماوي بأن صيام هذا اليوم عشراء من صامه في الأول كان الأمر مجرد تضام مع سيدنا موسى عليه السلام لأنه كان معرضا للظلم ومن مقاصد الإسلام هو التضامن مع كل مظلوم ولكن بعد ذلك جاء الوحي الإلهي ليؤكد بأن القضية ليست مجرد تضامن مع مظلوم وإنما هي عبادة للرحمن سبحانه وتعالى فأكرم الله تعالى المسلمين بأن صيام يوم عشراء يكفر السنة الماضية إذا كان يوم عرفة وهو أعظم أيام الله في السنة يكفر سنتين الماضية والباقية فإن صوم عشراء يكفر السنة الماضية هكذا قال النبي الكريم إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله فهذه بشرى لنا بشرى عظيمة لشك أن كل واحد مننا له ما له وعليه ما عليه من الذنوب والخطايا طيلة السنة يا ما ارتكبنا خطايا يا ما ارتكبنا موبقات يا ما لم نحافظ على الصلة في وقتها يا ما وقعنا في هنات أكيد أن كل واحد مننا حينما يلتفت خلفه ويرى حصينة سنته يأسف ويخاف ويقلق فيأتي صيام هذا اليوم فيغفر ربنا سبحانه وتعالى ويكفر جميع الذنوب والخطايا التي مرت السنة الماضية هذه كرامة أكرم بها الله تعالى هذه الأمة وهذه نعمة أنعم الله بها علينا فعلينا المزيد من الشكر لله سبحانه وتعالى في العام الذي بعده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشراء وأمر صحابته بصيامه فجاء عنده بعض الصحابة وقالوا يا رسول الله هذا اليوم تعظمه اليهود وتعظمه حتى النصارى فلابد أن نخالفهم فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع فهذه مخالفة لليهود والنصارى بأن يزيد عن هذا اليوم يوما قبله أو يوما بعده والراجح يوما قبله التاسع لكن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في ذلك العام كان العام الذي سوف يلتحق فيه بالرفيق الأعلى توفي ولم يصوم ذلك العام كان قد التحق بالرفيق الأعلى خلصة الكلام أيها الأحبة الكرام شريعة الإسلام في هذا اليوم وهو أننا نصوم يوم عاشراء الصيام هو التابت الأساس نصوم عاشراء ومن زاد عليه صام تسوع نحن اليوم الأربعاء هو التاسع غدا الخميس هو العاشر فطوبى لمن صام الأربعاء وسوف يصوم الخميس ولكن من لم يدركه صيام الأربعاء اليوم فلا ينبغي له أن يضيع صيام غد كان طلب من كل واحد من المستمعين والمستمعات الكرماء أنه رغم الإكرهات والتعب دير العمل ودير المسؤولية للأولاد رغم كل شيء ورغم الحرارة أو رغم طول اليوم لا عليك اقفز فوق كل هذه التخوفات واحرص على صيام الغد فإن الله سبحانه وتعالى سوف يكفر عنك كل الذنوب والخطايا التي مضت السنة الماضية ولا شك أن كل واحد منا يعلم في نفسه كم من الذنوب وكم من الخطايا وكم من التفريط في جنب الله فعلينا أن نشتهد هذا اليوم العظيم أيها الأحبة الكرام حينما نقرأ في السنة النبوية الشريفة وفي الأدلة نجد بأن فيه أحداث كرام وقعت قيل بأن هذا اليوم تاب الله فيه على آدم سيدنا آدم عليه السلام حينما ارتكب الخطيئة وربنا عز وجل قال له يا آدم هذه الجنة كل واشرب وتمتع فيها كل شيء عندك مباح إلا هذه الشجرة إياك أن تقرب هذه الشجرة لكن آدم بفعل وسوسة الشيطان أغواه فضعف ثم ذهب إلى الشجرة فأكل منها وزوجته حوى وقاسمهما إني لكم لمن النصحين فخدع آدم فلما أكل من الشجرة غضب الله عليه وبدت لهما سوآتهما وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة ربنا غضب غضبا شديدا على آدم لأنه لم يأمره إلا بأمر واحد أو قل لم ينهه إلا عن نهي واحد ومع ذلك لم ينجح لم نجد له عزمة بقي يا سيدنا آدم مدة طويلة وهو تائه وربنا عز وجل عليه غضبان لكن سيدنا آدم تلقى من ربه كلمات فتاب عليه ذلك اليوم الذي أدركت التوبة كانت سيدنا آدم فرحا مسرورا يسجد لله لأن الله أخبره يا آدم لقد قابلت توبتك بعد مدة طويلة من الانتظار فوفق ذلك اليوم يوم عشورة لهذا يسمى هذا اليوم يوم التوبة ويوم المغفرة هذا اليوم أيضا قيل بأن سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام لما كان في سراع مع النمرود ذلك الحاكم المتمرد ذلك الحاكم المتسلط الذي كان يقتل الأنبياء والصالحين وقد نصب من جنيق وحفر حفر من النار وأراد أن يعذب إبراهيم عليه السلام أمام الملأ سيدنا إبراهيم كان يعاني في المواجهة وكان النمرود كل يوم يسوف متى سوف نعذبه وكيف سيعدب إبراهيم هل يكون شنقا أم يكون بسفك دمه أم يكون بإحراقه ظل النمرود يشتمع مع مجموعة من مستشاريه ويقولون كيف نقضي على إبراهيم وعلى دعوته البعض يقول ليشنق والبعض الآخر يقول لا ليسال دمه والبعض الآخر قال لا بل يحرق بالنار هذل أيام ما كيتكلموا كيتكلموا وكيتسنوا ويسوفون فإذا بهم يصادفون يوم عاشورا ذلك اليوم أرادوا أن يحرقوا سيدنا إبراهيم فإذا بالله جل جلاله يقول للنار يا نار كون بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين فأنقض الله تعالى نبيه إبراهيم في يوم عاشورا يوم عظم مكرم وقيل أيضا هذا اليوم يوم المغفرة سيغفر الله تعالى لنبيه داوود عليه السلام سيدنا داوود عليه السلام لما كان نبيا حاكم وكان عنده مجلس قضاء وحكم في القضاء ولم يحكم لم يتبين له وجه العدل كان حكمه يتضمن ظلما لأحد الأطراف فندم داوود عليه السلام واستغفر ربه وأناب فغفر له لأن أحكمه لم تكن صائبة وصدف ذلك اليوم يوم عاشورا وقيل أن ذلك اليوم ابن داوود لهو سليمان عليه السلام كان عابدا وكان زاهدا وفي تلك الأيام كان يطلب الله تعالى أن يهبه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده يعطيه ملك عظيم وفعلا بقى كيدعو سليمان هذا الدعاء فأعطاه الله تعالى الملك اليوم الذي نصبه وأعطاه السلطة وأعطاه السولجان وفق يوم عاشورا وهب له ملكا عظيما وقيل أن هذا اليوم عاشورا أيضا وفق لما خرج نبي الله يونس عليه السلام من بطن الحوت سيد يونس الذي بعته الله تعالى إلى مئة ألف أو يزيدون ولكنه أصابه القلق والدجر فترك قومه وركب في السفينة وحينما أرد السفينة أن تغرق قالوا إن بها عبدا أبقى ومن تم رموه في أعماق البحر فالتقمه الحوت وظل سيدنا يونس قيل ثلاث أيام ثلاث أيام في بطن الحوت كان صائم لهذا اليهود يصومون سيام ثلاث أيام متتالية يسمونها سيام يونس ابن متى بقي في بطن الحوت وربنا غضبان على يونس إلى أن قال تلك الأذكار قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بقي يونس يذكر الله ويدعو الله تعالى ولكن الله لم يأبه به حتى الملائكة في السماء تقول يا ربنا إن هدى عبدك يونس لطالما دعك بالليل والنهار فيقول الله تعالى إنه عبد أعبق لن أسمع منه ولن أغفر له إلى أن ألهمه الله أذكارا عظيمة ماذا قال قال سيد يونس في بطن الحوت قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لما قال هذه الكلمات العظيمة ربنا عز وجل تاب عليه وأخرجه من بطن الحوت لولا أنه كان من المسبحين للبت في بطنه إلى يوم يبعتون فخرج من مطن الحوت وصدف ذلك اليوم يوم عاشورا وقيل أيضا أن سيدنا أيوب عليه السلام الذي ابتله الله تعالى بمرض خبيث سرطان من درجة قوية وظل سبعة عشر سنة وهو يعاني ويصبر وزوجته تقول له يا أيوب أنت نبي ودعوتك مستجابة ادعو ربك ليكشف عنك العذاب فكان يقول لا ربي هو الذي ابتلاني ولن أرفض قدر الله ربنا عز وجل حينما يرى أنه مناسبا أن يرفع عني العذاب فليرفعه وظل صابرا صبر أيوب وحينما جاء الفرج الإلهي ورفع الله البلاء عن أيوب وافق يوم عاشورا وهكذا أحداث كثيرة وقعت حتى سيدنا يوسف نبي الله يوسف قيل بأنه كان منذ صغره وهو تائه من دار العزيز إلى السهن إلى قصر الملك وبقي حوالي خمسة وعشرين سنة وهو وفتيه مفارقا لأبيه فكان يعقوب عليه السلام يدعو الله تعالى أن يرد إليه ابنه يوسف فلدة كبده وحينما سوف يلقي عليه ثوبه ويرتد بصيرا ويرجع يوسف وافق ذلك اليوم يوم عاشورا وهكذا أحداث كثيرة يقال بأنها وقعت في هذا اليوم فهو يوم معظم نجى الله فيه تعالى نوح وقومه ممن رقبوا في السفينة حتى استوت على الجود ونجى الله فيه موسى عليه السلام من كيد فرعون لهذا فجميع الأديان اليهودية والنصرانية والإسلام وحتى الصابئة وغيرها من الأديان الأخرى الكل يعظم يوم عاشورا وهذا التعظيم نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم طلب منا أن نصومه ويكفر الله تعالى بصيانه سيئاتنا لكن هناك التاريخ التاريخ يشهد بأنه قد وقعت أحداث غريبة ومريبة في هذا اليوم لعل من أبرزها وهو مقتل سيدنا الحسين عليه السلام في معركة كربلاء في سنة واحد وستين للهجرة تلك المعركة كربلاء التي تسمى كربون وبلاء كربون وبلاء وكان حدثا مروعا مقتل حفيد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشباب أهل الجنة سيدنا الحسين عليه السلام ومن ثم سوف تنقسم الأمة الإسلامية إلى طائفتين كبيرتين طائفة الشيعة وطائفة أهل السنة والجماعة منذ هذه الواقعة انقسم المسلمون وكان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الفتن التي سوف تحدث في الأمة منها أنهم سيكونون الشيعة وكان أولها أن انقسمت الأمة إلى الشيعة وسنة بعد مقتل سيدنا الحسين لهذا إخواننا الشيعة عندهم تقوس وتقاليد غريبة وأهل السنة والجماعة فعندهم أيضا تقوس وتقاليد غريبة نحن المغاربة المغاربة يوم عاشراء يوم معظم عندنا عندنا تقاليد وعادات وردناها أبا عن جد في عاشراء ما الذي يحدث في المشرق؟ المشرق الناس عادة وحد الفئة اللي هم محسوبين عن فلك السنة والجماعة هذا اليوم يرقصون ويدربون بالدفوف والمزانير ويوسعون على عيالهم ويصنعون لهم ألعاب والألعاب دائما قتالية تجد هناك مسدسات وبنادق وسيوف ومفرقعة الألعاب هي حربية تذكر بذلك الجو المتشنج الذي كان بين المسلمين فأهل السنة والجماعة كأنهم فرحوا بمقتل سيدنا الحسين عليه السلام فإذا بهم وسعوا على عيالهم بالفواكه شروا الفاكية ودربوا بالدفوف وغنوا وجعلوا ذلك اليوم يوم فرح وصرور أهل الشيعة جعلوه يوم حزن لبسوا السواد وبدأوا يبكون ويضربون خدودهم وصدورهم وأضرموا النيران وطافوا حول النار وامتنعوا عن الطعام فكان هكذا العالم الإسلامي انقسم إلى نوعين مغربنا الحبيب أيام زمان كان فيه تواجد شيعي محدود وكان في أهل السنة والجماعة فكان الناس يقيمون كذا وكذا إلى يومنا هذا إلى يومنا هذا نجد بأن هناك أناس كدربوا بالدفوف بالتعارج وكيدروا المزامير وكيدروا الألعاب وكيدروا الفكية يعبرون عن الفرح والسرور وفي أثانية ربما بغير معرفة يضرمون النيران ويطفون حولها اللي يوقع هو أن في التاريخ قامت واحد طائفة مليشافة الأمة الإسلامية انقسمت إلى قسمين وصبحت هناك تقالد وعدت غريبة عن الإسلام داروا وحد وحد العادة أخرى ثالثة وهي اليوم الموالي يوم الحادي عشر سموه يوم زمزم ما هو يوم زمزم؟ هو أن الناس كيقولوا أجنط فيو الغضب هذه العافية نتفوها فكيرموا الماء على الناس ويرشونهم بالماء كيقولوا أجنط فيو الغضب في قلوبنا وذلك العافية غنط فيوها يرشون الناس بالماء هذا هو اللي بقي ما زال أنا في عادتنا المغربية كالقوداب الآن في الأحياء الشعبية غد يلقوا الناس كيضربوا التعارج وفرحانين وخصوصا النساء النساء لأن سيدنا الحسين هو رمز للحرية سيدنا الحسين رمز لرفع الضم سيدنا الحسين رمز لإقراء العدل فالنساء اللي كانوا محرومات وكانوا كيطلبوا الحرية كانوا كيستغلوا يوم عشراء وكيخرجوا كيضربوا بالدفوف ويغنين ويرددنا واحد الشعار كيقولوا باب عشر معلن حكام آلا لا باب عيشور معلين أحكام ألالا كانت النساء عندهم أحكام شديدة عليهم لما تخرج المرأة لا خروج لها إلا مرتين خرجت إلى بيت زوجها وخرجت إلى قبرها كانت هناك تقاليد وعادات تحكم النساء فكانت المرأة في يوم عاشرة عند الحرية كانت تزيط طبل وللبندير للطريقة وكانت خرج مع زميلتها إلى الشوارع وإلى الأزقة وكيبقوا إلى منتصف الليل يغنينا ويضربنا بالدفوف ويرددنا هذا الشعار باب عيشور معلين أحكام ألالا لكن هناك أيضا تقاليد أخرى اللي هي جميلة وتبقى غير تقاليد بعض العائلات يقومون بالتهيئة الجديدة بهذه المناسبة بعد عائل الأضحى كانوا يخذوا الجديد ويخذوه خصا ديالة كيخلوا واحتال يوم عاشرة وكيفوروا عليها الكسكسون وكيقولوا هذا الجديد معناه سلة الأرحم من اللي كان ناكلوا لحم جديد كيقعد العلاقة بين أفراد العائلة والأحباب ما كان سوش الماضي بينتنا وكيكون هناك الإخلاص للذي مضى وكيكون تزود بالفاكية على الجميع وكيكون هناك عادة أخرى جميلة ربما ممكن نذكرها أن التجار التجار يقوموا ببيع كل بضائعهم يدروا السود يقوم بعمل التجار عبر التاريخ المغربي أيام زمان كانوا يختاروا مشفة الصيف أو الربيع وإنما يختاروا يوم عاشرة فكيقول لك التاجر بغي يبيع كل تجارة بأقل تمن خصويتبرك ما يخلي التحجة في المحل دياله ما يدخل محرم حتى العاشرة العاشر خصويتب على البضاعة اللي عنده في المحل يبيع ولو يبيع بأقل تمن تبركا باش يعود جدد بضاعة جديدة وكيم كذلك واحد العادة جميلة وجميلة وجميلة جدا اعتاد عليها المغاربة وهي أنهم الأسر الغنية يقدمون زكاة أموالهم في عاشرة عشر أموالهم العشر دي الأموال دي لخصويت الله حاوغرهم فالأموال در على الحول يخرجون على الفقراء وكيوسع لهم فكانوا الناس كتسنة وعاشرة إمت لأنك بعد العائلات الكريمة أنها تعتبر هذه المناسبة إخراج لزكاة الأموال وطبعا الأمور اللي مخيفة هي ما يسمى ليلة الشعالة ليلة الشعالة اللي تلقى وحد المجموعة دي المراهقين يقومون بإدرام النيران على البنوة على المطاط وكي بدأوا يجتمع حول النار ويرددون أهازيج وهذه أهازيج اللي سمعتوها في الذاكرة الشعبية رأى في معظمها تحكي قصة مقتل سيدنا الحسين كلك تتكلم على الضم الذي وقع لحفيد نبيه الرحمة صلى الله عليه وسلم والخطر الأكبر هو اللي كنتسمعه ده بالآن وحد المجموعة للشباب المراهقين وحتى الأطفال كي يستعملوا المفرقعات والألعاب النارية هذه خطيرة جدا خطيرة لأن كي يتعلم الإنسان أنه يمزق الأمن والأمان وستر السلام كي يعد هناك نوع من التعود على الفعل الإرهابي أنه مفرقعات وصواريخ وألعاب نرية هذه عادات وتقاليد كثيرة وكثيرة في هذه المناسبة ولكن يريد أن نذكر به أيها الأحد بالقرام وهو الصيام كي نعادة أخرى لا داعي لذكرها وهي أن بعض الناس في هذه المناسبة طيبة كي يمشيوا للروضة كي يمشيوا للمقابر لماذا؟ في التقافة الشعبية ليس في الدين غير في التقافة الشعبية كي يقولوا بأن الأرواح تعود على الأجساد في يوم عشرة فالناس كي يقصدوا المقابر يزوروا الأمود ويتصدقوا جميل زيادة المقابر والتصدق على الفقراء والمساكين لكن تخصيص هذا اليوم من التي تعود المقبرة بحل سيسوق ليجتمعوا فيها الدكورة والإنات وكنت تقضي الخشوع وكي يكون هناك واحد الجو اللي فيه ترفيه عوض أن يكون جو فيه ألم هذا أيضا أمر لا ينصح به زيادة المقابر زورها ولكن في أيام متعددة ولا داعي لكي يكون هناك اختلاط بين الذكور والإنات الرحمة تصل إلى الميت في كل وقت وحين وقد تكون بعيد عليه أي نعم الميت يستأنس بزيارة قريبه ملك القاعدة في المقبرة يستأنس به الميت ولكن الذي يقع في بعض المقابر فوضى اختلاط الذكور بالإنات وقد تضيع مظاهر الخشوع وقد تصبح واحد النوع من الاحتفالية وهذا لا يليق بمملكة الأموات لا بد أن نحترم المقابر دينا لكن أخطر ما يقع في عشورها وهو الأعمال السحرية وحد المجموعة دي الناس خاضوها من عند اليهود اليهود معروفين بأن لديهم خبرة كبيرة في السحر فاللي بغى انتق من شيء واحد المناسبة هي هذه هي عشورها هناك سحر أسود وهناك سحر أبيض وهناك أشكال وألوان من السحريات يستعملها بعض الناس إما لجلب الحبيب وإما للتفريق بين الزوج وزوجه وإما لإبطال الربح في التجارة وإما لطرد موظف من وظيفته وإما 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 مجموعة الأشياء غريبة تقع للأسف هناك سوق رائجة للسحراء وذلك كفر والعياد بالله لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى ساحرا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد هذا غير صدق الساحر أما إذا قال لدي لي وحد الخدمة صوب لي فلان دي لي وحد العكس فلان في الوظيفة ديالو دي لي وحد القضية ما يبقاش قاس فقه الكرسي يهرب من الكرسي يطج فلان مع فلان دي لي لي وحد السحر ما يبقاش بعضياتهم دي ما دره راسها دي ما عند الغتيان حتى رجل يزهد فيها فلان عنده التجارة دي ليه البوار ما يبيع ما يشري هذه الأرض بقام تقفى هذه المحل يبقى دائما رجع النور هذه كلها أعمال شيطانية نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكل من يقوم بها لا حول ولا قوة إلا بالله لن أطيل عليكم مستمعي الأفاضل فأرقامنا مفتوحة في وجه الجميع لكي نتناقش حول هذا الموضوع هذه اللحظة هناك احتفالات كبيرة هذه اللحظة بالضبط في الأزقة والشوارع والمدن العتيقة هناك النساء يضربنا بالدفوف ويزغردنا ويغنينا منهم من يقول باب عشور معلن أحكام ألا لا ومنهم من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدنا أيها الأحبة الكرام لنتواصل معكم ونستقبل مكالماتكم أرقامنا الهاتفية دوما موضوع رهن إشارتكم وهي 05-22-88-0060 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52 ونبدأ بأول مكالمة من إقليم خنفرة مع أختنا للا خديجة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لبس للا الله باك فيك الله أكبر الله أكبر سمحي لنا الله يعلي مقامك وقد اتصل في عشور أكرمك الله للا خديجة الله يفرحك بدخول الجنة للا خديجة أمين للا لا إله إلا الله الله عشر خطواتك الله يجعل في كل خطواتك بركة وسمحي لي نبزب زب زب لا نشهد ساعتين ونشهد دلطار يحتسل البرنامج لا إله إلا الله سمحي الحمد لله الحمد لله سمعنا صوتك مرحبا مرحباتي هذا نهارك كبير يا أستاذ أكرمك الله للا عفت أنا تنطلب منك يا للا عيلي عندي ثلاثة لبنات وولد يهديهم الله أولا يبدوا يصلي يا ربي يا ربي وواحد خطيفة في برها رجلها ما خدامش يستر ليه الله الأمور في الخدمة لا إله إلا الله وبن سيتها هيكينا في برها عينش ويعفو عليها الله يا أستاذ يا ربي يا ربي ومع الوليدة ومع شجرنتهم وابنتهم سكن ما تسول فيهم حد لا إله إلا الله بغيت داعي لي مع الجيران ومع جميع اللي تسمعنا والمسلمين قال لي أمين يا رب يتي طلب الله شي حاجة في هذا الأيام المباركة يا رب يا رب إن شاء الله مع الزوج ديالي فخدمته وقالي هذا العام يكمل إن شاء الله بخير وعلى خير يا رحمن يا رحيم ومع والدخويته هو أغدى يدفع شي ورق يستر ليه الله في شي شد لباك وبغير يدفع في شي حجان طلب الله يسترهم يا رب يا رب يا رب الله خديجة الله يجزك عنا الف خير يا رب يا كريم ومع بناتي يهديهم الله بغيتهم يصلي وشدوا وريفهم ومع واحد لولده يكون إن شاء الله إبن بار يا رحمن يا رحيم شكرا لك للا خديجة شكرا لك وكان بغي نقول لك للا خديجة لطريقة دي الاستقبال المكالمات تارد علينا من مختلف المدن المغربية الحبيبة ومن القرى والمداشر والأقاليم مكالمات كثيرة احنا عدنا استدي الخطوط هاتفية ونحرص أننا نأخذ من كل مدينة ومن كل إقليم ومن كل قرية مكالمة وأحيانا ما كان نحاولوش ننساو المناطق اللي هي كتبا مهمشة كان نمشول هادك بالضبط هادك الأماكين اللي كانت تكون قراء بوادي ناس اللي هم بعد عن تواصل كانت أهم الأسبقية باش يسمعوا الكلمة دي لهم لأنك كان واحد تقسيم يقول لك هناك المغرب النافع والمغرب الغير النافع كان قلوا هذا التقسيم كولوميالي استعماري ما كانش كان هناك مغرب واحد شرقه وغربه وشماله وجنوبه يتعنقان والأسبقية كتكون دائما للناس اللي عندهم ظروف صعبة وهذا اتباعا لسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال ابغوني في ضعفائكم يلينا اللي بغى يعبر عن محبته لنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم يقال بلد ضعفة يقال بلد ناس اللي في ظروفهم صعبة وتقرب لهم وحبهم واسمع لهم ودريد المساعدة سوف تكون قد عبرت عن محبتك الصادقة لنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم ابغوني في ضعفائكم فللا خديجة كان اعتدر لك مرة تانية وكان شكره على التواصل السادة المستمعين للا خديجة في المكالمة ديالها اش قالت قالت وعبرت عن قلبها الكبير للا خديجة عند النية الصادقة وعندها قلب كبير ما كرهاش تحل عينيها وتعود سد ومتفيق وتلقى كل من حولها في ظروف حسنة تلقى ورداتها وبنيتها مهديين كي يصليوا ومرضيين في العبادة تلقى زوجها في العمل دياله ميسر وانا قرب على التقاعد يبقى دائما في تألق على طول ما كرهاش تلقى الحباب دياللي في خارج أرض الوطن يكونوا معززين مكرمين ما كرهاش الجيران كلهم يكونوا في وضعي حسنة ما كرهاش ودخوها يلقى عمل ميسر ما كرهاش يأكل هذا ماذا يدل يدل على ان قلبها فيه خير وان نفسها كبيرة وانا بدكنية غيجزها رحمن سبحانه وتعالى ماش نعرف المؤمن الصادق المؤمن الصادق ماش نعرفه بكثرة سجوده ولا بكثرة نفقته اول علامة من علامات المؤمن الصادق هو ان قلبه عمر بالخير اي نعم السجود عبادة وطاعة واقرب ما يكون العبد الى ربه وساجد والمنفق المتصدق كيضحي بأعز ما يملك المال الكسب بعرق جبينه ولكن قبل الصدق بالنفقاء وقبل السجود والركوع اول علامة كنعرف بها المؤمن الصادق اللي عنده الايمان الصفي وهو ان قلبه عمر بالخير كيكون قلبه عمر بالخير انه لا يتمنى الا الخير للخلق وانه وخيوق عليه السوء وخيوق عليه الاعتداء وخيوق عليه اللي يوقع كيقول ما كينساه ما كيفكرس فيه غير كينعس وكيفيق وقد اشرق شمس يوم جديد وابدى صفحة جديدة وكينسا للا خديجة كنهنك على هذه الصفة ليعطاك مولانا سبحانه وتعالى صفة ذي الإيمان الصادق واسأل الله الكريم المتعال في هذه الساعة المباركة في هذه الليلة المعظمة التي توافق تسعاء وعشرة ان يرزق ابنائك وبناتك يرزقهم الهداية ويحبب اليهم الصلاة وينبتهم نبة حسنة ويطرح البركة في زوجك ويجعم التعب الصحة والعافية وطول العمر ويجعله دوما متألقة وجميع أفراد العائلة الضكورة والإنات والكبارة والصغار الله يجعلهم في كل خطوة بركة ويفتح لهم باب التسيري وباب الفرج وجميع الجيران ديالك هنيئا لهم بك تبغي نقول الجيران ديالله خديجة من اقليم خنيفرة هنيئا لكم بهذه الجارة الشحل جميل يكون عندك جار بحل الله خديجة يتصل بإدعاء خاصة ويكلف نفسه يدعو لجيرانه كلهم بالخير والبركة في هذه اللحظة اللي كلقوا بعض الجيران عندهم شناءان وعندهم خصام ومداربين على أبسط الأشياء مداربين على السالوت على الباب المشترك مداربين على السنسور مداربين على الجريدة اللي قدام الباب مداربين على شيء واحد كيقرقب بالليل على المواقف تاع السيارات على أشياء بسيطة وكيخطعوا الكلام بعضيتهم بغنى أن نخضو للخديجة من خنيفرة كنمود الجميل أنها مشغل كتقدم المساعدة وإنما كتصل بإدعاء خاصة وكتطلب لهم الرحمة والهداية والبركة هنيئا لك للخديجة اللي يكتر من أمتالك وأسأل الله تعالى أن يعمى على الجميع رحمته وبركته وهداه اللهم أمين يا ربي كريم ونتحول من إقليم خنيفرة إلى فاس مع الله هدى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد ربنا شكره لله الله يعلي مقامك لله وضع الله يجزيك بخير الله يجزيك بخير البارح تصنر نظر الله مجدية لك ودايما كان تصنر الله والبارح تقصي وحسي بقى لك الأب ديالة تفا يا ليلة حيث الله يو بكينا وبيكينا أنا ولدتي فتحنا الأب ديالة مع التفا الله 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 وخلى لي الدراء الصغر وكيف يا ليلة حيث الله صغيرة عنده خمس سنين الله أكبر وحس муж بابا وامم بابا دبا ايضا وتقررت بحس انتصر بقى الذي اтеزوج بيالي لي الله رحمه كنتين تعانين وعزيز بالزيف لا إله Nein الله الله مكبيالك بالزيف بالزيف وما التنيجين جديرك على اليوتيوب وشيط في صورة على اليوتيوب لا إلهي للله إن لله وإن إله رجعون الحمد لله الحمد لله حمد لله شكر للا إله حمد لله أخير، Lind 맛있 Ой احنا مازال ماしいناش هادي شارعين وشيحة مشغيون باش توفى كانت من الرب الدعاء تضيو معه في الحمار المغفرة وحنقول لكم لا إله إلا الله ربير صبرنا عليه حيث أسبق كنت صبره ولكن بعد محادث كتجي قصحة الزاف مع الوليدات الصغار لا إله إلا الله لا إله إلا الله وشفظ الله مالك الحمد لابت وليداتي كاملة كنت صنت عليك جميل بيوم كل اللي لك يقول للمؤمد طيب قريبان باش بشوية كينسا وبرح بك ومعلك سيدا ومن اللي كترم اللي بلتين شهد على ما شاء الله ما شاء الله للهودا الله يزكم صبر لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحان الله العظيم ما كي حس بالمعاناة إلا اللي عنده نفس المعاناة للهودا عنده قلب طاهر قلب ينبض بالإحساس النبيل وفعلا البارحة ذكرنا السيدة اللي مات لها للزوج ديالها وخلل لها الملدات ديالها وكتشعر بالفراغ قيمة قيمة الأب الأب عنده واحدة قيمة عظيمة هذه فرصة اللي عنده شيء أب على قيد الحياة الله يجزيكم بخير تهلوا فيه بوسوا لها الراس بوسوا لها الراس بوسوا للدين بوسوا الرجلين وخي قل لكم شيء كلام ربما تكونوا أنتم يا كتتعبروا أنه غير سوي خطع لأنك ما تعرف القيمة دي للأب حتى كتفقدوا إن لله وإن إليه رجعون للا هدى ربي سبحانه وتعالى يتولكم جميعا بالعناية والرعاية ويحفظ منك الله لولدات للا هدى هذا الأب لتوفى نحن الحمد لله عندنا واحد البشارة طيبة المؤمنين ما كان قلوش فلان مات شكل مات الميت هو الذي لا يذكر الله هذا هو الميت أما الذي كان قيد حياته يذكر الله ما كان قلوش له مات كان قلو التحق بالرفيق الأعلى التحق بالرفيق الأعلى يا سلام ويا نعم الرفقة أن الإنسان يخرج من الكوكب الأرضي ويرحل إلى علياء السماء إلى أين إلى الرفيق الأعلى ربنا جل جلاله بشرنا وقال إن هذكر ما هم أموت رهم أحياء لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموت بل أحياء بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون رهم أحياء عند الرحمن معززين مكرمين الميت من اللي كيموت كي يحزن عليه ولاده وإحبابه المقربين إليه ولكن كي يحزن عليه جلش الأشياء خصوصا كي يحزن عليه مقامه مصلة المكان اللي كي يصلي فيه كي يحزن عليه وكي يبكي كي يقول هذا الجسم الطاهر كان يصلي فوقي وذا بالآن رحل إلى الرفيق الأعلى فيبكي عليه مكان مصلة ويظل يبكي عليه والمكان الثاني اللي كي يبكي على الميت إذا توفي وهو مصعده إلى السماء ذاك المصعد من اللي كانت لأعمال صالحة الأعمال كتصعد إلى السماء إنه مصاعد في السماء كل مننا له مصعده كتصعد والعمل الصالح الكلم الطيب يصعد والعمل الصالح يصعد إلى الله تعالى فيبكي عليه هذا المكان لكن للهدى ربنا سبحانه وتعالى قدر لنا الحياة وقدرنا الوفاة وعدا بأننا سوف نجتمع جميعا غادق على الجماعة ما تخاف للهدى قيجي واحد نهار كنا كنا أحياء وأموت غلتقي في دار السلام وغلتجمع بعضياتنا ومن اللي يسولون غيقول لك الدنيا شركتي فيها ستين عام سبعين سبعين عام غيقول لك كنت كما ما بين العصر والمغرب يعني الوقت كله حال وقت العصر حتى الغروب الشمس هذا والدنيا كلها هذا الهيلمان كله اللي وقع وهذه الأزمات الاقتصادية والأزمات السياسية وهذه البروتوكولات وهذه الصراعات لا شيء رأي في ميزان الله تعالى غلت كل أي واحد منها يقولي كم لبت في الأرض عدد السنين يقولون يوما أو بعض يوم والمؤمن يقول لك لبت كما ما بين العصر والمغرب يعني مدة قصرة جدا لهذا العاقل لا ينبغي أن يحزن ولا ينبغي أن يغتم العاقل يملأ وقته بالذكر والمذكرة والعمل الصالح هذا هو العاقل هذه التجارة حقيقية رأي حاجة إلى بوار إلا كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله فلا ينبغي أن نغتم الفقد ديالكم هو محتاج الآن إلى الدعوات محتاج إلى الصدقات محتاج إلى أنكم تكون فيما بينكم متحابين لأن الميت منك يكون في القبر دياله وكلقى العائلة متحابة وكلقى فيهم تضامن وتكافل وتسامح كفرح يقول خليتهم مرتاحين إمتكي يغتم الميت في قبره مالك يمشي للقبر والأموات يعلمون ولا يعملون كي بدي يشوف العائلة دياله بأنهم خاصمين بأنهم ضربين على الميرات وبأنهم شعور المحاكيم وبأنهم دائمين يتشابكون بالأياد والسب والشتم كد قدك الميت كي بكي وفي قبره يحزن والأرض تستقع عليه فالعاقل هو أنه يخلي الدنيا ليجاني مرحبا والنمشى ده بيعود ربي ما تخافش عدنا دائما قانون التعوضات الإلهية قد يعودنا ربي سبحانه وتعالى ونكتر من الصدقات والأدعية فلا لهدى أسأل الله الكريم المتعال أن يرزقكم الصبر والسلوان أسأل الله تعالى أن يلقي في قلوبكم السكينة والطمأننة وأن يرحم فقيدكم اللهم يا ربي أسكنه فسيح الجنة اللهم يا ربي بوئه مقعد سبق عند مليك مقتدر اللهم يا رب العالمين اسقه شربة ماء من حوض النبي لا يضمأ بعدها أبدا اللهم يا رب ارحمه وارحم موتانا وموت المسلمين أجمعين قولوا معنا آمين 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 يا رب العالمين وأبشرك للهدى رأى الحمد للأمود يلن كل في جنة لعل فقدك الآن في الجنة يرتع في أنهارها ويستمتع بنعيمها في الجنة إن شاء الله اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدنا أيها الأحبة الكرام لنواصل هذا اللقاء المبارك واللحظة نتحول من إقليم فس ونعتدر لمجموعة من المكالمات التي كانت على الخط سيد محمد لانقطع الخط ديالو معذرة يا أخي محمد وإن شاء الله تعالى بشارة بالجنة للجميع كان الصالحين حينما يلتقون فيما بينهم ملك يبغوث وادعوك يقول لهم موعدنا الجنة إن شاء الله حينما تتحدث عن الجنة باستمرار فإن متاعب الحياة الدنيا تبدو لك هزيلة وزائلة ولا تساوي أي شيء سبحان الله العظيم ترتفع معنوياتك سبحان الله العظيم يكتر عندك غرمون السعادة سبحان الله العظيم تصبح عندك قوة مدهلة لمواجهة كل مصاعب الحياة ولسألك شو واحد ما هي مشكلتك في الوجود غدق المشكلة واحدة وهي أنني لم أشكر ربي حق شكره كنصالحون اللي كتجمع معهم وكتسولهم ما هي مشكلتكم ما يقول لك مشكلته هي أزمة تعليم ولا أزمة تطبيب ولا أزمة إسكان ولا أزمة نقل ولا أزمة توظيف ولا أزمة لا يقول لك ما عنده مشكلة مشكلته الوحيدة التي لا تاني لها أنني لم أشكر ربي حق شكره هكا التصور دياله برمجة ذهنية غريبة كبالي بأنه فقط أنه لم يشكر الله على النعم لأنه يستشعر عدد كبير من النعم لقال فيها الله تعالى وآتاكم من كل ما سألتمه وفي قراءة وآتاكم من كل ما سألتمه لا إله إلا الله نسأل الله تعالى أن يرحمنا ويبارك في الجميع واللحظة نتحول الآن معنا مكالمات أخرى كثيرة من أقاليم مختلفة سألتم تحول من فاس ومشوا إلى إقليم سطط مع أخينا سيدي عمر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يحبك ملي عمر يكلغاس عليك الحمد رب وشكروه أخي الله يطولنا في العمر ديالك الله يبارك فيك سيدي والله يخرج السربيسك لها غير عام الحاج آمين أمين أخي عام الحاج وغيت سؤالك وعد سؤال وعد دايوة مرحبا أخي وأنا أجلش وجد فيجي السكر الله يشافي يا رب يا رب يا مين من صور ديالي منك عدي شي كل سنين ولا أربع سنين الله 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 وسيدي عمر شنو السبب وش عامل وراتي ولوقع لك شي خلال في الويلة دا ولا تفاش لا كان طح ترس من نيفي ايه وصافي بقاوك يشري بي يدك الوقت هنا معاق الموال وتقال لك رفيسك لاي لا هي دا الضمسيكين الله يشافيك أخويا وعمل حاج بغيت لما نكو عطلة إذا ايه أخويا بغيت نشوف شي طيب تصيفتنا عدو الله يرضي عليك ديال العينين ايه وش السكار أطر لك العينيك اه السكار أطر لك على عينيك اه لاي لا هي لله طرع عدي ملكانت عدي شي ثلاثنين ولا عامين ايه دا بر عدي ثلاثنين عام طال ثلاثة وثلاثنين ضايشة فيك أمولين ضايشة فيك يا عرب وخفوا يصي عمر وعمل حاج وعدي السجدة عد نتيجم أجانا شوية مسكيننا أعثر صفية طال ايه بغيتك تدعينينا مقاع ياربي 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 يطيج ياربي 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 يا كريم ياربي وعمل حاج يا أخي وش توقلي نشي طريب ولا دخل وخاصة دي عمر على الرسل العين أخوية الله على صدر العين بإذن الله أنا سجد الرقم دي عسيد عمر هنقول من أخينا سامي في الإخراج وتلقي المكالمات والقماطر الفني أنه سجدنا الرقم دي عمر مرحبا أخوية ولو أن كان عندنا برنامج خاص في الإداعة مختص بالخدمات الطبية كان اسمه قلوب رحيمة البرنامج انتهت الصلاحية دي منذ 2015 ولم تجدد لأن هناك واحد ترسانة قانونية شيئا ما صعبة وتعذر علينا أن نعيده مرة أخرى لأسباب متعددة ولكن مع ذلك ليست القضية ببرنامج أو هذا كل غير مجرد وسائل وإنما رحمة الله تعالى واسعة وخيره عظيم وفضله كبير إن شاء الله صدر العمر ربي سخر الشباب من الأبواب وإن شاء الله تزور شي طبيب مختص وإن شاء الله يكون الفحص ويكون كل خير بإذن الله أنا سيدي عمر أخليت الرقم ديالك وهو 066 عام هو هذا سجلته بإذن الله وإن شاء الله نتوسطه فيما بعد وخي عمر رأى ربي سبحانه وتعالى من أسمائه الشافي العافي ربي سبحانه وتعالى سأله النبي الكريم قال يا رب قال هذل النس هذل لك مرضو شكل مرضهم قال لهم المرض مني قال له الشفاء قال له الشفاء مني المرض من الله والشفاء من عند الله قال يا رب هؤلاء الأطباء وهؤلاء المعالجين قال يمو الله تعالى هؤلاء لم أريد أن أقطع أرزقهم آه بيبغي يرزقهم بغي دلم المانضاد يلهم بشعين شتب ومستورين دلم الله سباب من أسباب الرزق وإلا فإن ما أصابك من مرض أو سقم من الله والعلاج رأي يأتي من عند الله وربنا عز وجل يقول قل كل من عند الله قل كل من عند الله أي نعم الإنسان مسؤول على تصرفاته ولكن هناك دائرة الاختيار وهناك دائرة الإجبار وهناك الدائرة الكبرى كل من عند الله كل شيء عجبنا عن رب سبحانه وتعالى الله تعالى من أسمائه الشافي العافي لك المريض علمنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طريقة جميلة للعلاج أو على الأقل لتخفيف الآلم المكان لك يضرك كتوضع عليه يدك اليمنى أو على الأقل كتوضع يدك على قلبك على القلب لذلك عنده أمراض نفسية عنده اكتئاب عنده قلق عنده سحر عنده عين عنده تابعة كيوضع يده على القلب دياله واللي عنده مرض آخر عنده الركابية عنده الرشق عنده المغص في المعيدة كيوضع يده على مكان دا علمنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن نقول بيقين ثلاث مرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر يعني ربنا أكبر من كل الأمراض والأسقام وأكبر من كل الأسباب والمسببات ثم كان قل سبع مرات اللهم إني أعود بعزتك وقدرتك من شر ما أجد وأحاذر اللهم إني أعود بعزتك وقدرتك من شر ما أجد وأحاذر اللهم إني أعود بعزتك وقدرتك من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات وغتشوف البركة ديالها غتلقى بأن سبحانك يا جليل ما تحتاج لا طبيب ولا ممرض ولا رقي الجسم البشري ديالنا رفع جائب وأسرار هل تعلم سيدي العمار بأن الجسم ديالنا فيه صيدلية كبيرة بامتياز جميع المواد الطبية اللي كان في الصيدليات راها مركزة في الجسم البشري راكين واحد المجموعة ديال ديال المواد غريبة جدا شوف بعض مرات كتكون شي حادثة وشي واحد كتضرب شي ضربة خطيرة وما كيحش بها حتى كتدوز نهار يومين هات كيحش بها هنا الأطبية كيقول لك أشوق عليها لاش ما قدش تتألمت كيقول لك ديال اللحظة تخلع هو يطلع واحد المادة هو الكورتيزول وطلعت واحد المادة في الجسم الاندريامين هادو مجموعة مواد غريبة في الجسم كتطلع ما اللي كتطلع كتمشي للمكان ديال الداء وكتعطي التسكين وله ما سكن بالليل والنهار كيوقع التسكين حتى كي يبراد ويمشي لهذا الإحساس ويدهب الخوف عاد كي يشعر بالضربة ما معنى ذلك هاتك المادة مني نجابها الجسم مولد الجسم عدنى فيه جميع أي داء عندك رفل جسمك دواؤه عندك سرطان عندك ألم في الدرس عندك أي مرض جسمك فيه دواؤه لكن هاتك الدواء مني قد جيبه را راكد را مخبف في مكان معين را عدنى هرمونة غريبة كي هرمون السعادة هناك هرمون الرحمة هرمون البركة كيف الجسم دين الدخل باش كنخرجوه باش كنولدوه كتولدو بوحت طاقة مولدة ما هي هي الاكتار من ذكر الله حينما تقتر من ذكر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد لا حول ولا قوة إلا بالله إن لله وإن إليه راجعون اللهم صل على سيدنا رسول الله وتستمر هكذا ذكر الله دراء التبلمك شعور كتأخذ الأجرط أي نعم كتأخذ التواب ولكن هناك طاقة مولدة لخلايا وهرمونات غريبة في الجسم دقيقة جدا قد لا ترى بالمجهر بالميكروسكوب وهي تحتاجها ملكة القراسك بأنك في وضعية صعبة كتخرج وكتطاكيك وكتحميك لذا كتلقى بعض الناس سبحان الله العظيم كتلقى ما كيتألم ما عنده أعصاب ما عنده قلق ما عنده خوف ما عنده اهتمام بالرزق ما عيش مزيان عيش مناعما مكرما مرتحا نومه راحة إلى وضع رسول المخدع كيحلم أحلم جميلة كيحلم رسولا كيتسار في ملكوت الله كيمشي الأماكن للطبيعة الخلابة البراري والنخيل والوديان والسهول ويرى أجمل مخلوقات الله الطاووس الأسترالي ورائحة المسك والطيب نومه راحة ويقضته باركة في المكة حرك كيتلقى مبارك مرحوم مويسر والباب يضق عليك يتفتح من جباد خير كله واجابوا بالحضاقة واجابوا بالمهارة والكفاءة جابوا بذكر الله تعالى إذا وضبت على ذكر الله ويكون قلبك خالي من الكراهية لأحد من الخلق حيث منك الكراهية كي بعض الناس كيدكرون الله ولكن قلبهم بقي مازال بغين تاقم وحاقد على فلان ومكرش الفلان لأداهي كن جابين يديه كن وراه الصعصعين وراه الشمس في عزي الظهر لا 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 هذا لن يستفيد لأن قلبه بقي عامر بالكراهية وبالانتقام من اللي بغي يستفيد سيخلي القلب دياله من هذا شيء يسموه العلماء التخلية قبل التحلية يتخلى في قلبه عن الكراهية وعن البغد حيث الول كيدكر الله تعالى وينقي قلبه ويمدد الخير وسترى عجائب قدرة الله هذه ثلاثة بصايا كنقول السادة المستمعين إذا أردتم أن تتغير حياتكم إلى الأفضل إذا أردتم أن تغيروا منهج التفكير كله والحيات كلها تنقلب رأسنا العاقب رزق وبركة وصحة وعافية وسعادة وابتهاج ثم ركز على هذه الثلاثة الأشياء رغم ما محتاجه لا ميزانية لا تصويت بالأغلبية لا مجالس انتخابية لا تحاجة محتاجة فقط غير النية اللولا قلبك ما يكونش عمر بالانتقام الكراهية لجهة معينة ذلك الناس اللي أدوك وخادوا رزقك والله يسامح في الدنيا والأخيرة الله يسامح تخلي قلبك طاهر الحاجة الثانية هي لسانك يبقى دائما رطبا بذكر الله عمرو ما غدعي للسان ما فيه عظم يبقى يتحرك باستمرار ما فيش الألم ذكر الله باستمرار الحاجة الثالثة كون دائما عندك النية ما نديدك الخير ما نديدك الخير قالك يا الله معايا يا الله سيدي نزم معايا نزم معاك ما نقول ندخل سؤراسي عندك البشر من لا لا هذا تفكير تفكير يا الهروب لا خلك دائما ما نديدك الخير وسوف ترى عجائب قدرة الله سيدي عمر الله شافيك ويعافيك تلب الله تعالى باسمه الشافي وباسمه الكافي أن يشافيك من كل داء وكل سقم وإن شاء الله السكر يرجع إلى مقياسه العدي ويمتعك الله بنور البصر وبنور البصيرة وذي الشريفة مسكينة للآن هي في المستشفى نقول لها كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وعالج بعلاجك آمين آمين وعالج جميع مرضانا ومرضى المسلمين قولوا معنا آمين 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 يا ربي يا كريم ونتحول مرة أخرى من إقليم ستات وهدي نمشي إلى إقليم أسفي مع أختنا للا خديجة السلام عليكم عليك السلام مرحبا للا خديجة مرحبا للا خديجة أو ففي شارك الله يبرفك وللا الله يبرفك أنا أداري يا رفي يا ربا شكرا عكم الله الحديث أريدك لリيد لوArني مريضة أكبر لا ج me ر Romans وكانت الأمور يمر بك زر طوعيا مسكين شويا وعطيني ممرتك لله يعمل بك وخلى خديجة انظرك من الله وخلى خديجة انا سوف نعوزك عن الاستندار ان شاء الله ويأتوك الرقم باهم الى للا خديجة لا اله الا الله هو يشافي الجميع لا اله الا الله لاي الا الله لا اله الا الله لا يستهن بالدعاء هل تعلمون بان الدعاء هو مخ العبادة إلا كنا نحن في هذه الدنيا أولى الأولويات اللي نحن مطالبين بها قبل العلم والعمل وجميع الأشياء أخرى أول شيء وهو العبادة هذا هو إلا دبنا سلم الأولويات المطلوبة مننا في هذه الدنيا وهو العبادة ربنا عز وجل حينما يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون العبادة هي رقم واحد لكن إشنا هو الجوهر دي العبادة والمخ للعبادة هذا هو الدعاء لهذا الدعاء ره ورقم واحد في سلم الأولويات من ألهم الدعاء فقد ألهم خيرا كثيرا لأن لما تدعو الله تعالى تناجيه ويسمعك سبحانه في عليائه وهو معك قريب سبحانه يسمعك ويقول يا ملائكة انظروا إلى عبادي يؤمنون بي ولم يروني وإنهم يرفعون أيديهم ويلتمسون مني العطاء يا ملائكة اشهدوا أني قد غفرت لهم ثم إن الله تعالى يعطي الجواب الجواب ديال الدعاء تكون على أقسام ثلاثة وحد الفئة يقول يا رب يعطيني يعطيني يقول لله هاك خد ويقدر ياخد الحاجة دياله ولن يدعو الله بعدها قد حاجته إنسان بغى المصلحة أعطاه لهم ولنا وزد في حاله وكين فئتان يا رب يبقى يدعي دعي دعي وربي عز وجل يقول لجبرائل يا ربي هل أعطي حاجته يقول لله تعالى يا جبريل لا تقضي حاجته فإني أحب أن أسمع دعاءه أحب أن أسمع دعاءه ربي عز وجل ما باش يعطيه حتى لا أعطي حلول غد غري يخذ للمصلحة دياله وغد ينسى ذكر الله وغد يمشي يتيه في الدنيا ربي يقول لخله يبقى يقوم الليل خله يتألم وكل ما يقول آه الله يا ربي يا حنان كيبقى ربي يسمع دعاءه وكي أم البدح تاكي يجمع لي الله الخبيزة كلها وكي أعطيها لي خامرة كي أعطيها لي زينة كي أعطيها لي كبيرة مضعفة هذا النوع التاني أما النوع التالت وهذا من أهل الله كيبقى يدعي دعي دعي وربي سبحانه وتعالى كي قل لهم ادخلوا له دعواته إلى الدار الآخرة فكي بقى الدين عمر كله وكي يدعي وباقي ما وصلوا له ولم يأس من رحمة الله ودائما سعيد بمنجة الله حتى حينما يلتحق بالرفيق الأعلى وكي كن في الدار الآخرة يفاجأ غير كي يدخل الدار الآخرة كي يلقى جبال مثل جبال أحود وثهامة من الحسنات والبركات كي قل الله تعالى هذه لك كي قل لي ما تصدعت حتى أنا لكل هذه الخيرات كي قل دعوتني ودعوتني ولم أعطك وادخرته لك في الدار الآخرة هنا كي قم دوك الناس لداروا الدعاء ورب يستجبلهم في الدنيا كي يشعروا بالغبينا ولاش كتسمى يوم التغاب عادنا في القرآن وحدة صورة اسمها صورة التغاب هو معنى أن الإنسان يشعروا بالغبينا يقول يا حسرتاه يا رب يكون في الدنيا يكون غير كتكن دعي وما أعطيتني شيء جواب لو أنك ادخرته لي في الدار الآخرة لهذا الصالحون كانوا لا يهمهم الإجابة وإنما يهتمون بالدعاء فللا خديجة اتلبوا الله سبحانه وتعالى فيها الساعة المباركة التي وافقت عاشوراء نسأل الله تعالى أن يمتعك بالصحة وبالعافية وبتامم العافية الله يجعل لكم الركيبات رب يجبر العظم ديالك ويقوي فيك الإرادة والعزيمة هدك الظهر أسأل الله تعالى أن ينقذ ظهرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك الله شفيك بشفائه اللهم بحق قولك وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فيه شفاء للناس ويشفي صدور قوم مؤمنين وإذا مردت فهو يشفين وإذا مردت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا غدًا وشفاء وشفاء لما في الصدور اللهم يا رب العالمين يا أرحم الرحيمين ببركة آية الشفاء في كتابك العزيز اللهم شافي للا خديجة اللهم شافيها وطبها في الغيب وشافي زوجها وشافي العائلة جمعاء وشافي كل مرضى المسلمين يا رب في هذه الساعة كل من يئن من مرض أو سقم اللهم ببركة آية الشفاء في كتابك العزيز تجلى علينا وعليه وعلى الجميع تجلى علينا بشفائك تجلى علينا بالصحة والعافية وبالكرامة الربانية اللهم عجب الفرج واحفظ اللهم الأولاد للخديجة يا رب أقر بهم العيون وجعلهم صالحين مصلحين وجميع أبناء المسلمين قلوا معنا آمين 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 يا رب يا كريم ونتحول من إقليم أسفي إلى إقليم الشمعية مع للا لبناء سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويبكر أيضاً كده إلا بنتو عليك الله يبر فيك لا لا وانفرحاني اليوم أني جاوهتيني مرحبا مرحبا وسمحي لنا بنتي وحق الله مقبلة وأنا كانت سنة لا إله إلا الله أستسمح أستسمح الله عشر خطوتك بنتي بايتك بداع لي مع واحد بنت أمي جاء واحد العريس يا ربي لبناء للاسف نقطع الخط معدرة معدرة لبناء لا إله إلا الله هناك تقنية إلا سمعت الحلم كنت تقطع الخط للاسف شديد معدرة 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 بنتي لبناء من الشمعية إن شاء الله الأحلام عموما ببساطة بنتي لبناء الأحلام هي على أنماطين ثلاثة كينا الرؤية من الشيطان أدك غير فزع ما تدوش فيها راكينا نشوفه رؤة في المنام كددلك الفزع أدك غير إبليس في اليقظة كدرين الوسوسة وفي المنام كدرينك الفزع كيجدك شي صورة مخيفة كتسمع شي صوت كتلقى نفس قريب منك شي جسم كيمسك كل ذلك مجرد فزع ما تدهاش فيه ما تسوقش لي نهائيا رب حلو بحلو السوسة اللي كدجين في النهار هذا كتسمى أضغط أحلام كتسمى رؤية من الشيطان للفزع وكين نوع الثاني كتسمى أضغط أحلام هذا غير حديث من نفس نفسك كتحدثك كيوقع لك اليوم مجموعة دي الأحداث دك تراكم دي الأحداث نفسك كتضيق وكتبت تجير الدماغ دينا كيبدي يليك يليك يسيب خيمة دك الصور الدهمية كيبدي يقدفها ويمسحها وكتكون هي أضغط أحلام رؤى منامية غير متناصقة وكين اللي كنا تمدع لي في الأحلام هي الرؤية من الرحمن كتكون رؤية عندها دلالة وعندها عبرة وتحمل رسالة واضحة بالبيان هذه كتسمى الرؤية من الرحمن كنا تمدع لها بنتي لبناء هاد بنت عمك لي جهة عريس وبغى تزوج كتشعر بالقلق أي نعم الزواج قرار مصيري الزواج ماشي لعبة إنسان لك يبغي تزوج خاصة لابد يحسن الاختيار لأن الناس اللي لم يحسنوا الاختيار يستضموا بمشاكل كثيرة وقد تفضي إلى الفراق والطلاق والعياد بالله نسأل الله السلام والعافية للجميع فلابد من إحسان الاختيار ولكن كيف نختار يختار الواحد يجي عندك في صورة ويتبدل شكلك يعرف رأس ابناء دماش فيه وشكلك يعرف المستقبل والقادر أش مخبي لك شك حامل الواحد جمزيان جمبرور ولكن بعد مدة تغير كدخلك السيوحدة فلان تغير تبدل عليها كان كريم وحد دول ولا بخيل كان إنسان متدين وحد اللحظة كتكشف بأنه زير نساء وكيدخن كيستعمل الحشيش وحد إنسان كان في الأول رقيق الإحساس كيتكلم برومانسية وحد مود دولا عنيف ولا كيسب وكيضرب وغير ذلك شكلك يعرف راسب نادم وحد النساء بالمقابل كانت حاذقة وكانت حاذقة وكانت بنت عائلة وحد اللحظة أولت دائما غير النوم ودائما غير خاصن الفلوس ودائما في الصراع والخصام حارف راسب نادم مش هنعرفوه لا سبيلنا إلى ذلك إلا بالاستخار علمنا نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا عزم على أمر خطير مهم إما زواج أو تجارة أو أي عمل كيكن مصيري خصصا زوج خاصوا لا بد يختلي مع ربه ويستخيره سبحانه وتعالى كي قلنا نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم ما ندم من استخار وما خاب من استشار إنسان لا بد أنه يستشير نسل عقلاء حوله ويستخير مولاه عز وجل الطريقة بسيطة بنتي على الأقل ثلاثة مرات كتستخر الله تعالى كتتوضى كتصدر كعتين وتقول سنة الاستخارة دعاء الاستخارة إلا ما حافظش هذا بالآن الحمد لله في الانترنت كتبي غير في محرك البحث دعاء الاستخارة قد بالكوك مطبوع كامل أخرجه أكتبه أقوله اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأن تعلم الغيوب اللهم إن كنت تعلم زواجي بفلان وتسميه أن زواجي به خير لي في ديني ودنياي وعاقيبة أمري فيسره لي وقدره لي وبارك لي فيه وإن كنت تعلم أن زواجي به شر علي في ديني ودنياي وعاقيبة أمري فاصرفو عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به المفروض أن العريس والعروسة أو الخاطب والمخطوبة أو المرشح للزواج المرسحة للزواج كل واحد منهما يستعمل الاستخارة وتكون بروح رياضية ندروا الاستخارة كل سنة سؤود الناس للإستخارة ونغن للإستخارة وذلك ساعة تبلك النتيجة إلا كان الزواج مبرور ركت تبلك واحد رؤى طيبة منامية طيبة كتشوف الحليب كتشوف اللبن كتشوف البحر هادئ كتشوف مكان أخضر فيه ربي أخضر كتشوف لهائلة مجموعة على المودة والرحمة كتقول هذه علامة الخير إذا قدر الله كان علامة السوء كتشوف يرؤى مفزعة كتلقى لك البحر كهجم هذا كعلامة المخزم والمحاكم والعياد بالله كتشوف هناك كلاب عاقرة تنبح وتعض معنى خصام ولجاج ونميمة وغيبة وقيل وقال واللوم وعتاب والعياد بالله كتشوف ربما الشهاجة كتبني ديكو ضاعت قلة الرزقي وغير هذا علامات مخيفة كتقول إن هذا الزواج را ما في خير نبقى أخوت حصل لنا سمح لي ودى الناس ولو يقول سمح لي يا بيت الناس راستخرت مونانا وبالي يبي أن كينشي مانع بينو بينك ونرجع للور ما فيها روح رياضية هناك يقول لك الإنسان يقول لك قادية المحبة لك يتكلموا عليها الناس لكن حب وغرام لهذاك مجرد إعجاب المحبة لا تكون إلا بعد الزواج بنص القرآن الكريم لما قال الله تعالى ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل هذا الجعلية الجعلية دي المودة والرحمة دي المحبة والغرام والويام الصادق الحقيقي لا يكون إلا بعد الزواج أما قبل الزواج كين إعجاب كين استلطاف كين رغبة ولكن محبة حقيقية لا تكون إلا بعد الزواج ربنا يجعلها فبنتي لبناء هذه بنت عمك قل ليها تستخر الله تعالى ونطلبوا الله سبحانه وتعالى تكون الرؤية طيبة وتكون نتيجة حسنة ويجمع الله شمل ديهم ويتزوجوا زواجا مباركا ويرزقهم الله حياة سعيدة ويمتعموا الله تعالى بالنعيم دياله ويكرمهم بدرية طيبة ذكور وإنات وتكون لابنة أسرة جميلة في لابنة المجتمع نفتخروا بها الله يكمل لكم الرجاء أبنتي والله يسعدكم وينور طرقكم اللهم آمين يا ربي يا كريم ونتحول من إقليم الشمعية ونمشو الأجذير مع للا أسية السلام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا للا أسية الله يجزيك بخير ويرحملك الوالدين وسعدتك للا أسية بها تسمية الله يعطيك الجنة ويعطيك ما نوت في خاطرك رأى زوجة فرعون كانت اسمها آسية واجعل الله تعالى من سيدة نساء الجنة آسية زوجة فرعون هذا دراس مني قلت سواب الله يعطيك ما تسمني إصراء البنية ديالي اللي يسميها آسية أنت أم أسية ما شكد بتعليك إياه أنت أم أسية بس أعدتك للا بها تسمية هذه اسمية عزيزة الله يعطيك العز مع مولانا ويجزيك بخير راني عيانا شوية وسنطلب منكم المستمعين وأنا وفيا مدرد ويدعيوا معي راني عيانا في خطي ليلى هيد الله ووليداتي رأون كل ساعة جنين الوساء غادي نموت ونخليهم ليلى هيد الله والزوج ديالي مسكين كي يصافر وكي سوق وقد ندعي لي الله يفقه في طريق دياله يا ربي يا ربي يا كريم وعندي وليداتي كي يقرأ ومحتاجين نيوس يحتيف عندي كل مرة كي يجي نيوس غادي نموت غادي نخلي ولادي غادي نتصافي كان بقنيتين كان قطعني تلقية ليلى هيد الله ونطلب معي يا صيد الوعد العواشر الله يطول عمرك السيد طيب يا ربي للأسية الله يحفظك ورعك يا رب الله يحفظك ورعك للأسية الأفكار اللي كتجي عندك في الدهن ديالك كد زيني كان كنكون دابا ناسا وكان حسب قلبيك يضرب 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 ليلى هيد الله نقول زاد عبد بن عيم الشطر نعاوز نجي نعز نكون فرحانة براسي نحسب براسي زاد هاني صافي غادي نموت وتولي لي ذاك الفرحة بحل بك الله يحفظك كذلك ونعاوز مقام هلوسة ولا قام شي مرة لجسد يالي ازرق مقر الصين ليلى هيد الله أسية الله يشافيك ورعك وكان صوم وكان طلب الله سبحانه الله هو يوقف معي وليش يطلع وليداتي والله يحفظهم والله يطول عمرك والله يطول عمرك السيد طيب وجازك بخير اعزك الله أم أن أسية نعم الله وان��자ك وبقى اني مرأت يالك والله يطلع عمرك مرحبا مرحبا لا لا أنا عندي زيل تو الثاني ان شاء الله ويعقوا لك للأم أن أسية والله يحفظك والله يطول عمرك ويراك يعني العزوج دياني يختاع وعين شوي والله يفقه وخدي يا رب يا رب بالضهي شافي وعافينا لا أم أسيا لا إله إلا الله هذا النوع من المرض للأسف الشديد منتشر بوفرة في الأوساط دينا وكما قلت أم أسيا رأي عارفة شنا هو قلت لكي هلوسة ووسوسة ما هي الوسوسة وما هي الهلوسة رأي في الأصل رأي أفكار ظهنية ضلامية كين واحد النوع اللي وحديته النفس النفس دي أنك تمرض ربح الجسم كيمرض كذلك النفس تمرض وذلك النفس كتفرز لنا مجموعة من الأحاسيس اللي هي ظلامية ولكن الدائرة الأوسع رأي بفعل أرواح خبيطة كين هناك أرواح خبيطة شياطين وجان يستمتعوا أنهم كيجوا عند بني البشر ويوسوسون لهم كما وسوسوا لأبينا آدم وأمنا حوّع أبنا آدم اللي كان في الجنة مع أمنا حوّع كان كل شيء عندهم ميصّع يليك فوسوس إليهم الشيطان وسوس كيجي عندك إحدى ودنك يقول لك كين وكين وكين راكين وكين وكين أنت كتسحبها خواطر دهنية هي ليست خواطر دهنية هي وسوسة بفعل فاعل كتجينا كاملين وقت الصلاة من اللي كانت غنصلي يلا كان دخل في الصلاة يقول له الله أكبر وكيجي عندك واحد إبليس خاصة على الصلاة يقول لك أحد ودنك أذكر كده أذكر كده وكتبقى تذكر كتذكر مشاغل الحياة المدرسة الكوزيناء الخدماء الفلوس ما شاكي الناس وانت كتصل لك تركع وكتسجد ورأسك خدام راك يمشي وكيجي وكيتيه هدك وسوسة في الصلاة خاصة دهنية في الصلاة وكين وسوسة أخرى شياطين مختصين بيها كيجي عندك كيوسوس ليك كيلي كيوسوس لي بالفقرة يقول لي شوف را الأزمة اقتصادية خطيرة را المديونية العالمية را ما كيش شغل را كيل الفقر فيما بعد را شوف را خطار را ما كين را الخدمة توقف وكيبدأ عنده هاجس دي الفقرة وينسى بأن الله تعالى عنده خزائن السماوات والأرض كيلي عنده الهاجس دي المرض كيقول غيت هذا غيت هذا غيجي سرطان كيقدر التحاليل كل مرة مرض كيبش يجري عن الطبيب بغي تحليلة بغي تحليلة هذا هاندو غيها الهاجس مخصوش يتعالج عن طبيب حالواحد كان لم يمرض واندو واحد طبيب قال يمالك بده يشت صبعه وكيورعها على الراس ذي قللي اي درني راسي شت صبعه ووضعه على قلبه قللي اي درني قلبي حت صبعه على بطنه اي درني بطني حت صبعه على ركبتي وقلت اي درني ركبتي ويقول لي الطبيب شوف را ما دارك وانو دارك را صبعك را صبعك منك توضع له حبك تقول اي را صبعك واني مريض كذلك الناس اللي عندهم الهلوسة ولوسوسة كيتوقعوا اشياء عندي المرض كيقول مرة عندي سرطان مرة واقل عندي مرض كذا غير وسوسة وكي الله يحفظ نوائيكم كتجي الوسوسة بالليل بالضلان كيبغين عس كيتفضوا كيقول غادي جوني الاشبح غادي جوني الاشبح وكيخلقهم بالفكر دياله هدي كلها وسوسة شيطانية المؤمن يستقوي بالله تعالى دائما يستقوي بالله تعالى نحن ضعفا اللهم ارحم ضعفانا ولكن نستقوي بالله ونستقوي بذكر الله سبحانه جل جلالهم لا لا ام اسيا باش نعال نخرج من هاد الدائرة اشخصنا نديرو خاصنا نقوي العازمة ديالنا كين واحد الذكر ملك يقول العبد المؤمن يرتفع مقامه عند الله هذا الذكر هو ما هو لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله هذه الكلمة الطيبة مفتاح الجنة وسير الوجود فيها اجر عظيم وعظيم وعظيم لا حدود له وفوق الاجر ديالها رك تطنم لها قوة تتكو حد القوة عظيمة قوة عظيمة لا تهزم ابدا عمرك ما تشعر بانك انهزمتي وطيحتي الاسلاح ديالك لا اله الا الله قوليها وعاوديها قد تلقي بانك حينما تواجهين وسوسة ابليس دغياء قد تحرق بامر الله تعالى دائما للا ام اسية اقرأي سورة الاخلاص والمعودتين مرة او ثلاث مرات او سبع مرات في الصباح والمساء دائما في الصباح او ثلاث مرات او ثلاث مرات او ثلاث مرات او ثلاث مرات بحسب الاحتياج ديالي حسب الاستعداد ديالي الاخلاص والمعودتين قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس نقرأها في الصباح عند شروق الشمس ونقرأها في المساء بعد غروب الشمس وممكن نقرأها عاقبة كل صلاة رأى مسنونة ثم الوقت لجيني فكرة ظلامية اش كنقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما كتهجم علي فكرة ظلامية كتجيني واحدة فكرة سيئة بلا ما محقا مش نجري عند الاطباء وناخد لكم بخيم وناخد الادوية لا لا ببساطة غرجك للفكرة الظلامية قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يكون عندك نزاع مع العائلة وشو واحد كي يغضب وكينفاعله بغير يرفع صوته ما تردش عليه قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله سبحان الله العظيم كل شيء يتهدن وكل شيء يهدى بامر الله سبحانه وتعالى للا اسية الله يشفيك الله يمتعك بالصحة ويمتعك بالعافية الله ينور لك الطريق ديالك ويعطيك الله تعالى انشرح الصدر الله يعطيك الإحساس بالانشرح يا رحمن يا رحيم ببركة الزوات الشرحي ألم نشرح لك صدرك والله يحفظ لك الزوج ديالك في سفره وحضره ودهابه وإيابه الله يحفظه بالسبع المال الثاني والقرآن العظيم ويحفظه الوليدات لك يقراه ويعطيهم النجاح والفلاح والبركة للا اسية غالنعسو دابا قرام النعسو ومن لا تبقى الناسية غالجيك الهلو ساعة وثاني غالجيك الوسو ساعة تذكاري غالجيك شيء فكرة قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالشيطان غالجيك في حالته بإذن الله وغالجيك يبقى اليوم غالجيك تحرق كي يسبح رماض ومن البعض غالجيك يزول عندك الإحساس المؤنم وغالجيك على الله بالرحمة والمبركة لنقول جميعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ونواصل مستمعي الكرام استقبال المزيد من المكالمات اللحظة غالجيك تحول من أجذير وغنمشي والبني من لل مع للا سعيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الدكتور قريبا أهلا أهلا للا سعيدة الله يجزيك بخير الله يخليك أنا بريدك تدعى معي والدعى مع عائلتي ودعى مع أمو شوية عيانة واحد الأخذية اللي يدود الانتحانات وما زالت بمسهلش إليه والدعى معي أنا بريد نتزوج الله يخليك عدية 38 عام طلقها الله يجزيك بخير وبغيت قاع المستمعين يقولوا أمين سمح لي يا رأى مرتبك واحد شوية الله يجزيك بخير يا رأى الله يرحم لك الواليدين ودعى لي مع الواليدة ديالي عيانة واختي ديالي عندها واحد الوليد وعندها واحد الكيس الراحين دياله بغيت تولد تزيد ولييده والابنية الله يجيب لها ومتبقى الناس يقولوا آمين وحد الأخ ديالي عنده شي مشاكل بغيتها تتحليه الله يرحم لكم الوليدين قال إخوان ديال المستمعين يقولوا آمين اللهم امين يا رب الله يجزك بخير الله يسهل عليك الله يسهل عليك الله يسهل عليك الله يسعد ايامك يا رب الله يسعد ايامك لا اله الا الله احيانا كالقوا بعض المواطنين من اللي كيوجه مشكل الحياة وربما كقدر يتغلب الطريقة سهلة باش ربي سبحانه وتعالى يعاوننا وهو انك كتقلب شكو اللي يدعي معاك ارا ما سهلاش اراها واحد الوسيلة دكية جدا ارا كان بعض الصالحين يلقوا الجماعة يقولوا ماذا جماعة واذا جماعة ودلنا واحد فاتحة دعيه معانا هذكر واحد فكرة دكية جدا لان ربي سبحانه وتعالى في واحد صفة صفة الحياة الله تعالى يستحيي كان كل غرب وحدي عندي ظروف صعبة يقول يا ربي تعاوني هيقدر ربي سبحانه وتعالى عندي موانع دي الاستجابة مستجبش لي ولكن من اللي كتجي واحد جماعة وكلهم يقولوا يا ربي استجب لي فلان او واحد كده وما يقول كلهم امين الله سبحانه وتعالى كتغلب عليه الصفة الحياة ان الله حيي كريم يستحيي اذا رفع اليه العبد يديه ان يردهما صفرا خائبا وسبح الله العظيم وعلى كل شيء قدير ربنا عز وجل لا لا يحتاج الى الاسباب هذا الكلام اللي قالته اختنا سعيدة امها مريضة عندها مشكل صحة فكرنا بالعقل كنقوله المشكل ديالها مشكل دي القطع الصحة انها خاص طبيب خاص المستشفى خاص الرونديفو باش تعالج حتى ما مريضة اخوها عنده الامتحانات يقلب على خدمة اه دا مشكل ديالتعليم ومشكل ديالربط قضايا التعليم بسوق الشغل لو اننا قمنا بتدبير محكم لهذا النظام كانت اخو السعدية ينجح في الامتحان ويلقى العمل هي تقلب على الزو الصالح فانقوله دا مشكل اجتماعي مركب الشباب العاطل لكي مشي حرج مالقى خدمة مالقى عمال مالقى كدادة مشكل مركب خاص لابد ان فكوه باش الشباب مشي تزوج وما يبقاش دا ابن تقلب على علاقة غرامية بسيطة ويبقى هكذا في العزوبية اه اختاقت قلب على ولدات كل المشكل الابطنا بالمنطق العقلي غد يلقوا ترسانة ديال المطالب الاجتماعية ولكن العاقل العاقل يقدر انه يختسر الطريق وقد امشي مباشرة عند صاحب الشأن لهو ربنا عز وجل وقد يتجاوز الاسباب والمسببات ويصل مباشرة الى من اذا قضى امرا انما يقول له كن فيكون سبحانه ما اعظم شانه وربي عز وجل يحب العبد الملحح وربي عز وجل طلب منا ان ندعوه بإلحح وها طريقة سهلة الحمد لله كنعرف احد العدد الكبير ديالناس قضيت حوائجهم ووصلوا الى رغباتهم غرب الدعاء غرب الدعاء ربك يصوبها وكيقادها كيعجنها ويخبزها ويقادها وجبالكم سجية بندك بلا تعابل ولا مشقة رحمته واسعة فاللهم يا رب العالمين السادة المستمعين اختكم سعيدة بغت منكم ساعدوها ساعدوها بانها تقفز على كل مشاكلها ويقضي الله حاجتها الى سدناها غربي قولنا امين رامو سندة عظيمة وره للق الامين هناك ملك في السماء كيقول له ولك مثلها واللي دعا بالخير والله يحفظنا وإياكم لدعا بالسوء كيقول له ولك مثلها نسأل الله السلام والعافية العقلاء لا يدعونا إلا بالخير حتى اللي ظلموهم كيقول الله اغفر لنا ولهم كيقول له ولك مثلها فاللهم يا رب العالمين للسعدية سارةfeitoالله من بلال الامجلها مريضا اللهم شافها اللهم طبها في الغيب اللهم متعها بالصحة والعافية وتمام العافية أخوها اللي في الدراسة اللهم اجعله من الناجحين من الفالحين من المتألقين اللهم يا رب أعينه على دراسته يا رحمن يا رحيم أختها اللي بغت لولدات يا أكرم الأكرمين يا خالق يا بارئ يا مصور اللهم بشرها بحمل قريب وارزقها ذرية طيبة ذكورا وإنة الأخت دي للي عند الأخذ لعد مشاكل يا رحمن يا رحيم فرج عنه ظروف همومه فرج كروبه ونفس عنه مشاكلهم أولا للسعدي اللهم رزقها زوجا صالحا يا ربي إنك على كل شيء قدير سبحان من سخر هذا لهذا اللهم سخر لها زوجا يكون من الأبرار ويكون من المرضيين والمهديين اللهم عجل لأختنا سعيدة بالفرج ولكل من قال آمين اللهم عجل له بالفرج في القريب العاجل آمين آمين يا ربي كريم للا السعدي أحسن حاجة تستعني بها لاستجابة الدعاء وهي أننا نكثر من الصلاة والتسليم على مقام رسول الله نقدر الإنسان كيدعي كيدعي ولكن نقدر أنه عنده موانع في استجابة الدعاء أو عنده عوائق هذه العوائق كلها تزول والموانع تتبخر بماذا؟ بالإكتار من الصلاة على النبي المصطفى كنت لمنك للسعيدة أنك في هذه الأيام المباركة أكتري من الصلاة والتسليم على مقام رسول الله هذه ما قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على الشفيع الحبيب اللهم بارك وأنعم أهم احمد وعلى آله وعلى آله وعلى آله يبقي فقطпон وال من ابن ملال الى اقليم تمارا مع اخينا عبدالعزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كد رب الحاج الله يبال فيك سيد عبدالعزيز الحمد لله الحمد لله يا اهلا وسهلا بك مش حلوان عيطو تسمين معامي ما اعرفش حال سبح لنا اخويا سبح لنا الله علي مقامك الله يكترخيانك وصلح شبابك الحمد لله حمد لله انت لابت لدى بخير الحمد لله حمد لله انا اكترخيانك اتكلم مع اتوين يعني اش حال هدي يعني انا اغاندي نقول لك يعني ما زال يعني الله ما زال يعني بلاج واج وبغانش بالناس الله الله مطلبت يا غال موجودة السعب العزيز والله القسم انا اجبتني واحد الانسانة من مدينة الفاس ايه كان ساعة اتليك اسميها بشرة عدتين وعشرين عام وقاتلك انا منسية وهدي وهدي يعني لا تذكرتها بشرة ثلاثة ايه نعم سيدي اجبت من خميس مع العسرات بالليل هي لا تذكرنا كل اخرى ولا يعني لا كان ممكن ندخلوه يعني ونهضروا معا ونهضروا معنا ان شاء الله يعني عاج من تناره يعني نعني نوين مقول ماشي اي يبين اخويا بنعم نبرا الصوتين يدين كتبانوا ود الحلال ود الناس ونتسنجونك اليومين يومين نسنجونك الله يحبك يا عبدالعزيز هذا هو المطلوب دي ربالحاج مرحبا يا عبدالعزيز يعني هي عارفة يعني فقطت عرفة ايا قلت عليها للبشراء من اقليم فاس 22 سنة وقالت انا منسية عندي ظروف كتلي دا بيفتحلك الله ابواب الفرج ودا بيحنلك للقلوب ايا 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 مرحبا يا عبدالعزيز مرحبا يا عبدالعزيز درب معاك واني خلي الناس منساكن مرحبا يا عبدالعزيز شكرا لك وهذه فرصة خلينا الرقم لك عبدالعزيز هنطلوب الاخنا سامي في القيمة مطر الفني انه يسجل الرقم لالاخنا عبدالعزيز وهذه مباشرة كان نخضو هذه المناسبة نستغتنموها وكان قول للا بشرة من اقليم فاس لعمرات 22 سنة وليك تقول لك انا ضائحة كان قول لها انت لست ضائحة انت سبحانه ربنا في الغيب يدبر لنا الامور انت نفوق الارض كتخمم وكتقطع الافكار ديالك وربنا سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات ندبر لك الامور للا بشرة ما كننشجنا الرقم ديالك لكن حبدا لو انك تصل بنا ولو خارج البرنامج تصل بنا ولو خارج البرنامج وعطينا الرقم ديالك باش نمدوا بالسعب العزيز ورب يجمع بينكم في الخير في القريب العاجل رب سبحانه وتعالى يجمع ما بين المتباعدين احسن طريقة لكي يجمع الله سبحانه وتعالى بين المتباعدين انه يكتر من الصلاة على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما الانسان لا بغى رب سبحانه وتعالى السهل عليه ولقى صعوبة في الحياة سهلة مهلة ما تبقىش تفكر وقف تفكير ديالك وطلق العينان للقوة القلبية احنا را عدنا طاقات كبيرة عدنا الفكر والعقل وعدنا القلب وعدنا الذكر هدو ثلاثة القوات عدنا ما شغل على قلب وحده راحت القلب قوة مدهلة كتخلي الكون يتفاعل معك إيجابا والوجود ينفعل بالجود فكن قل أحباب الكرام ما تبقىش تفكر بزاف وإنما صل على رسول الله صل على الحبيب المصطفى وربي سبحانه وتعالى غد يفتح لك الأبواب المغلقة أي باب مغلقة تفتح ورزق لك تقلب عليه وغد يدق عليك قد تقلب على زوجه ما تخميش صل على النبي وربي عز وجل غد يختار لك من عنده جوج يكون مرضي ومهدي هو يقلب عليك هو يدق بابك قد تقلب على خدمة ما تبقىش تقلب تسارى مع الخلق أخلي الخلق للخلق دعي الخلق للخلق وإنما صل على النبي وذي الغشوة الأسباب وغد تلقى الخدمة هي تقلب عليك تقلب على طبيب يداويك احتهادة وغسل على سيدنا رسول الله وغد تلقى سيدنا النبي يمر بيده الكريم على جسمك الطاهر وتقوم مشافا معافا مفتاح عظيم من مفاتح الفرج هو الصلاة على النبي لنصلي جميعا على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيمة رب أدخني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا رب إني أعود بك من همزات الشيطين وأعود بك رب أن يحضرون رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا رب العالمين أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا مسلمين وأخرجتنا من ظلمة الأحشاء لا نملك لأنفسنا نفعا ولا درا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا اللهم إن نسألك في هذه الساعة المباركة أن تغفر كل دنوبنا وتبدل سيئاتنا حسنات وتشافي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم وسع لنا فيما رزقتنا وبارك لنا فيما أعطيتنا اللهم يا أرحم الراحمين يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مجيب دعوة المدطرين نسألك اللهم أن تتجلى علينا بكرمك وجودك ورحمتك يا حنان يا منان نسألك اللهم من الخير كل ما علمنا منه وما لم نعلم ونعود بك يا الله من شر كل ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم أجيب دعاءنا اللهم أجيب دعاءنا اللهم أعطينا سؤلنا اللهم حقق آمالنا ورجاءنا واجعل الخير فيما دعوناه يا رب العالمين واجعل أعمالنا صالحة خالصة لوجهك الكريم وتقبلها منا ومن جميع المسلمين اللهم أدخل الفرحة على كل قلب به ألم اللهم أدخل الفرحة على كل قلب به ألم وأبعد عنه الهموم وارزقه الرضا والسكينة والطمأنينة والفرح بك يا أرحم الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته